ليست بالبعيد عن قصص المتضررين من الارهاب ام عبد الرحمن العائلة الكريمة التي خسرت منزلها على يد داعش الارهابي تسكن في احد الهياكل في مدينة الرمادي وتعيش اوضاعا مساوية صعبة فضلا عن زوجها الذي اصابه المرض المزمن ليصبح مقعدا على هذا الكرسي المتهالك تناشد عبر شاشة التغيير المساعدة من الخيرين والوقوف معها لتمشية امورهم المعيشية بعد ان تقطعت بهم سبولوا الحياة انا مع عبد الرحمن يعني احنا حايتنا ساتي من دور داعش قلنا نفجر بيوتنا بيتنا انا من الناس الصحيحة لقلنا واقع هذا الزوجة مجلوط يعني من رجعنا من التهجير وجاي حايتنا سات حل سات خمس اطفال عندي امور تعبانة يعني ناشد الناس الخير والطيبين يشوفون حانا ينظرون علي يعني بيتنا تراوي هيكل برت كتنة يعني قوهم دبرين عيشتنا كلهم انا خمس اطفال عنده برقبتي وانا اتي من لا ام ولا ابا لا كل شيء ما عنده غير رحمة رب العالمين وهذا الزوج المعاق على العربان ويروي اهالي المنطقة عن معاناة كبيرة تعيشها هذه العائلة التي باتت تحتاج الى ابسط مقاومات العيش الكريم وتوفير العلاج المناسب اليهم مطالبين جهات الحكومية بتقديم المساعدة المادية لعائلة ام عبد الرحمن احنا نطلب من سيدة رئيس المجلس محمد الحلبوس ونطلب من سيدة المحافظة ونطلب من جميع الاخوان اللي يسمعونا واللي يشاهدونا بانه يترحمون على هاي والرحمة ببياناتنا حلوة لانناس تعبانين زوجها مقعد يعني زوجها اتمرض صارت عند التهابات الصدرة من بعضها اطفالها واحد وراء اللاخ وما قادر على العيش فاحنا نطلب من الاخوان اللي يشاهدونا اهل الرحم اهل الغيرة بانه يترحمون والرحمة ببياناتنا حلوة الالاف من العوائل الانبارية تعيشوا اوضاعا انسانية صعبة بسبب الاهمال الحكومي وعدم تعويضهم عن منازلهم التي سويت بالارض يصارعون اوضاعهم بشتى الطرق من اجل البقاء على قيد الحياة من الانبار احمد الحمداني قناة التغيير اشتركوا في القناة